بعدين ما قصها لقهم قصتي مع النشام شرائك يا ابني مني في شرائك ما عبدالله يقول أنا قصتي قصة قصتي مع النشام أطروي شوفوا والله يا ابو عبدالله هذا طال عمرك وعمر مني أسمع ابن عشوي واحد منك حطانه اللي حي تنغان ما هو معروف بالحكمة وجا منتفن يوم من الأيام طايح اللي في مطراش وجا منتف وادرك هالمقيال في ذاك الشعيب وقيل ويوم قيل في الشعيب هذا ويلقى لك خاتم ذهب خاتم ذهب الذهب من أول ما ما يعرفون هالعربان الصغ عندهم فضة أم محجول ولا شبه شيء يعرفون هالشيبان الذهب ما يلبسه لوين من يلبسه من النسوان ما مرت ملكه ولا حاكم ولا كال لقى خاتم الذهب شعله مأه ولأياله ثلاثة ومتزوجي كاذا الحم نعطيه الخاتم ذا لا عطيته وحده هزالته الثانيات لكنه بسوي الاختبار ويوم انه هضر على هله ويجمع نسوانه عياله قال تعالى كل واحدة منكن توصف لي رجالها والمره اللي بتغلب وبتفوز بعطيها خاتم الذهب عنني استهلا قالت هالوله مرت السبير انا حليلة مني هجد الجاثب خليها الضحايا سفي عليها السافي استهلا قالي حواف ايه هنا 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 وانتي الثانية قالت الثانية انا حليلة مني فك التالي لي ردوا الحاهم على الاكتافي لي ردوا الحاهم على الاكتاب لقم يتلفتون الرياجين وهما من حاشي شجاع وبطل ايه يثري دون ربعه قالي شجاع ونام ونام قالت مرة الصغير انا حليلة مني جرر دونه وسط الجماعة يحتري لللافي يرهي على الخطار والجماعة اللي تنزونها في الشعيب الجعفي سلام كريم قالي هذه مرة السريب اما الحوافة في نفعه النفسه واما الشجاع تيجي نفعته مرة ولا مرتين في العمر واما الكريم خير على ربع وعلى الأقصير يا سلام لا بله الخاتم تستاهلين انتي يا سلام يا سلام وهذه علومنا وسلامتكم سلامت الله يربع قدرك يرحم والديك والديك وش رأيكم يا اخواني عشان اعدل انا عشان ما تقولوا انه رفيتك ولا احكم بعد على ابو سعيد بقصة ثانية يستاهل عبد الرحمن نرجع الابو سعيد هذا الحين عدلتنا لا لا يستاهل ابو سعيد وحنا نستاهل من هالقصة حسنا السؤال افو قامت اتجرب بعضها